وإياكم والحديث عن المواضيع والقضايا وتحديدا بإطلاق لجنة صندوق تكافل الخيري برنامج ترميم البيوت الجزء للأسر المهمشة والأسر المعوزة بالتعاون مع عدة جهات شريكة سنتعرف على هذه الجهات ومدى الدعم المقدم لكل منزل المعايير وما هي الخطوات المستقبلية والمراحل اللاحقة لهذه العملية ينضم إلينا في الأستوديو الأستاذ سلامي سالم أمين سر لجنة صندوق تكافل الخيري في محافظة تول كرم يعطيك العافية ويسعد صباحك يسعد صباحك أخي خالد وزملائك صباح الخير لجميع العاملين في شاشة الفجر الصغيرة وهذه الشاشة الصغيرة هي شاشة كبيرة بعطائها وأدائها متبعتها الأحداث على مستوى فلسطين بشكل عام وعلى وجه الخصوص في محافظة تول كرم الله يسعد صباحك يعني سنبدأ في بداية الحديث بالتعريج على إطلاق برنامج ترميم المنازل بصورة جزئية للأسر المهمشة والمعوزة ألية وفح والبرنامج في البداية لجنة صندوق التكافل الخيري هي قائمة من سنتين أو على الأقل وتنشط في عدة مجالات في سبيل تعزيز وواصر التكافل والتعاضد في المجتمع الكرمي وهي لجنة مكونة من شخصيات اعتبارية ممثلة بمؤسسات البلد الرسمية والأهلية على صعيد الجامعات، بلدية طول كرم، المجلس التشريعي، جامعة فلسطين التقنية، جامعة الكدس المفتوحة، المرأة الفلسطينية، الفصائل الوطنية فهي لجنة فيها شخصيات كل المحافظة وعملت وما زالت تعمل على تعزيز أواصر وروابط التكافل والتعاضد في المجتمع الكرمي هذه اللجنة من ضمن البرامج التي موضوعة لديها كان برنامج ترميم البيوت للأسر المعوزة وهذا البرنامج كان يجب أن يطلق في المرحل الأولى للمنحة والمعونة السخية والكريمة التي تحصل عليها صندوق التكافل الخيري من الصندوق العربي لللماء الاقتصادي والاجتماعي إلا أنه تصادف في تلك الفترة أن كان هناك فعاليات عديدة مما اضطر إلى تأجيله لهذه المرحلة المرحلة الثانية لأن المنحة هي عبارة عن ثلاث دفعات وثلاث مراحل مثل فعاليات الطلبة المتفوقين للثانوية العامة فأنت تعرف محافظة الكريم محافظة النجاح والتفوق وكذلك فعاليات شهر رمضان الكريم هذا البرنامج يحظى باهتمام رئيس وأعضاء لجنة صندوق التكافل الخيري على رأس مطوفة المحافظ الأخ بوعدي الذي أولاه اهتماما بالغا لما له من أهمية بحيث أنه تم تخصيص من المبلغ الممنوح ما يقارب 40% لترميم المنازل للأسر المعوزة والمهمشة وهذا البرنامج يسير بإجراءات متسلسلة وفق دليل إجراءات تم أعداده من قبل لجنة الإعمار والترميم في اللجنة الفنية المساندة يعني عملية الاختيار من البيت اللي راح يقع عليه اللي هي إجراء عملية الترميم مش بصورة عشوائية ولا بصورة انتقائية في معين طبيعة هذه المعين بالضبط بداية هناك سكرتاريا للشؤون الإدارية في لجنة صندوق التكافل يتم تقدمة الطلبات لديها في مقر المحافظة وهذه الطلبات تستوفى جميع الأوراق الثبوتية ومن ثم يتم حالتها لمزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة الحالة الاجتماعية والوضع الاقتصادي لهذه الأسرة ونأخذ توصيات من وزارة الشؤون الاجتماعية وجهات الاختصاص ومن ثم تعود إلى لجنة صندوق التكافل الخيري لتعرض هذه الأسماء على مدلس إدارة لجنة صندوق التكافل الخيري ومن ثم هناك لجنة فنية مساندة لصندوق التكافل الخيري مكونة من فنيين ومهندسين ومختصين تقوم بالكشف على هذه المنازل وهي مكونة من مهندسي المحافظة بالإضافة إلى وزارة الحكم المحلي والأشغال واللجنة العلمية في الأمن الوطني وكذلك عضو مفروض عن الهيئات المحلية المستهدفة الموزعة في المحافظة الجميعها تقوم بجولة على المنازل والكشف عليها وأعداد دراسات فنية وكمية والاحتياجات وتقدم تقاريرها لمرة أخرى للصندوق ليتم معرضها وإقرارها وتأكيد عملية أنها تستحق الترميم وترتيب الأولوية في المنازل المحتاجة في هذا الخصوص الأولوية تتم حسب حالة الأسرة بأنها حالة اجتماعية وتستحق المساعدة ويتم الترتيب بأن تكون حسب الأولوية من البيوت الأسوأ إلى الأقل فالأقل فالأقل وذلك ضمن دراسة مستفيدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة الإعمار والترميم وروعي أيضا التوزيع الجغرافي للمحافظة من شمالها حتى جنوبها وهذه المرحلة التي تم إطلاقها في الأيام الكليلة الماضية هي المرحلة أو الدفعة الأولى من المنازل التي تم اعتمادها سيكون هناك دفعات أخرى لمنازل أخرى ما زالت قيد الدراسة والإعداد طب في عامل الزمن وطبيعة الإجراءات نحن نحكي عن أسرة مهمشة أسرة معوزة أكيد هي بحاجة لإنقاذ في أسرع وقت لأنه الواحد ما يعرفش متغيرات الحياة بالنسبة لأنه يكون عندنا الأجنة الفنية اللي بتنزل على أرض الميدان الكشف عن الموقع إعداد الدراسة والتقييم وإعادة رفيعها وما بعد ذلك الإقرار إذا كانت تستحق أو لا تستحق كيف ممكن أنه بالفعل هذا الإجراء أنه بالفعل العامل الزمني بيطوله أو بيقصره أنه ما يكون مؤثر أو يعني شوي هيك مطبط للأسر بصورة أو بأخرى في الحقيقة أنت طرحت قضية مهمة وحساسة الغاية كانت فترة الإعداد واتهيئة بحاجة إلى فترة زمنية حين تم تشكيل اللجنة الفنية المساندة وهي اللجنة العمار والترميم وأنباتك عنها فريق فني للكشف على المنازل فأخذت ما يقارب هذه العملية نسيجة البيوت العدد الطلبات المتقدمة إلينا في رجل الصندوق التكافر الخيري تجاوزت الخمسين طلب وأنت تعرف أخي يجب توفير سيارة وفنيين والخروج إلى المناطق فتم دراسة وبعتها إلى وزارة الشمال الاجتماعية وعودتها أخذت ما يقارب الشهر والنصف لكن اللي الآن هي قيد التنفيذ والذي سيساعد في الإصراع والتعجيل من هذه العملية بعد عملية الإقرار هو التعاون مع وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية مشكورين السادة رؤساء الهيئات المحلية والبلدية ووزارة الحكم المحلي ونقابة المهندسين كلها والغرفة التجارية أيضا والمجتمع المحلي سيساهم في عملية الترميم حتى نوسع من مساحة البيوت المستهدفة فلذلك سيتم التنفيذ من خلال الهيئات المحلية والبلديات كلهم في موقعهم وذلك لأكثر من سبب أولها هو توسيع دائرة المسئولية المجتمعية والمشاركة المجتمعية من قبل الهيئات المحلية والمجتمع المحلي والغرفة التجارية وبالتالي زيادة عدد البيوت التي يمكن من خلال المساهمات الأخرى من الهيئات المحلية والبلديات والمجتمع المحلي والغرفة التجارية سيتم زيادة عدد هذه المنازل بالإضافة إلى أن التنفيذ سيكون من جهة اختصاص على وهي الهيئة المحلية التي لديها الطواقم الفنية والخبراء والسرعة في التنفيذ طب إذا ما بدنا نقدر في المبلغ المالي كم عدد المنازل اللي سيتم ترميمها مع الدفعة الأولى وكم القيم المالية الممنوحة لكل منزل هو في الحقيقة أنه نعتمد في تخصيص مبلغ من خلال الخطة العامة لمشروع الصندوق التكافر الخيري والمنحة المقدمة إلينا من الصندوق العربي الانماء الاقتصادي والاجتماعي ولكن أيضا حتى نزيد من مساحة البيوت التي استهدفناها والتي هي بحاجة تم إشراك الهيئات المحلية لتقوم بواجبها كلهم في موقعه ومكانه بالإضافة للمجتمع المحلي الكرمي الذي هو يعني معتاد على أن يقدم الكثير للأسر المعوزة في هذه المحافظة وكذلك الغرفة التجارية في الحقيقة أنه إحنا نقدم مساهمة بقيمة ما يقار بالألفين دينار والباقي من الهيئة المحلية فهو ترميم جزئي وليس إعادة تشييد بناء جديد وهو تشييد إعادة ترميم من أجل أن يعيش المواطن في ظروف صحية وآمنة وتوفر له العيش الكريم حسب الإمكانات المتاحة في الصندوق والهيئات المحلية طب الدعم المادي للصندوق مصدره فقط المنحة المقدمة من صندوق الإنماعي في الكويت؟ حاليا عملية ترميم المنازل هو من ضمن البرامج المقدمة لمعونة الصندوق العربي لكن للصندوق كان موارد أخرى وأنتم طلعتم عليها في السابق لكن حاليا توقفت جمع التبرعات المحلية ويعتمد بالذات على من حيث الصندوق العربي وأيضا لكل من لديه يد بيضاء يستطيع أن يتقدم للصندوق لتقديم المساعدات وهناك دراسات أخرى لتوسيع موارد الصندوق حاليا إحنا في عادة ترتيب ومأساسة للجنة الصندوق التكافل الخيري من خلال لجان فنية مساندة ستسعى إلى تطوير الموارد المالية وبرامجه وأهدافه وغاياته والوصول إلى فئات المهمشة والمعوزة الأخرى التي بحاجة إلى المساعدة رمضان على الأبواب وفي خطة لصندوق تكافل الخيري فيتو الكرم حقيقة أنه الإخوة في اللجان الفنية المساندة وبالذات لجنة السياسات العامة الآن تعكف على دراسة مستفيدة لوضع الصندوق بشكل كامل من أجل إعادة مأساسته وتقويته وإعازة رفضه بالموارد المالية وبالخطط العملية من أجل أن تصل إلى فئات عديدة حسب الإمكانات المتاحة وهناك إمكانية لخروج وفد يمثل هذا الصندوق للخارج لرجال الأعمال الفلسطينيين من المجتمع الكرمي والالتقاء بهم وكذلك في الزيارة دعني أبشر وأوزف خبر أنه في الزيارة الأخيرة لوفد رفيع المستوى من الصندوق العربي للنماء الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت الذي نقدم هنا التحية ونبرغ التحية للدكتور سمير الجراد الذي لم يعله جهدا إلا ولم يتدخروا في سبيل أنه يعمل على دعم المؤسسات الفاعلة في محافظة طول كرم بعد هذه الزيارة اطلعوا على جميع تفاصيل وآليات عمل اللجنة وحيثياتها وأبدوا إعجابهم بالطريقة التي يتم العمل فيها ووعدوا باستمرار المنحة وإمكانية مضاعفتها في المستقبل القريب إن شاء الله إن شاء الله وإحنا راح نكون على مقربة وتنفيذ هذه الأعمال سواء كان يعني بالخطة من طرفكم والتنفيذ من الهيئات المحلية اللي منأكد على ديمومة الشراكة والتعاون ما بين كافة المؤسسات حتى بالفعل نسد احتياجات الأسر المهمشة والمعوزة وإلى يعني رجال الأعمال أصحاب الخير كل الاحترام للكم هذه هي الجهود التي يعني بالفعل نزرع فيها سنابل الخير في مجتمعنا ونعيد الإنسانية لهذه الأسر أمين سر لجنة صندوق التكافل الخيري الأستاذ سلام سالم شكرا جزيلا لك لتواجدك وإيانا في برنامج صباح الخير مشاهدين